مين من أجانب النادي الأهل مكمل؟ مين من أجانب النادي الأهل مكمل؟ الموسم اللي جاي يعني الحد دلوقتي هو ورده صليم اللي ده بنسبت اللي انت بتقدر عليه تقول بنسبت مئة في المية يعني مودست هيمشي؟ لا مودست مشي أصلاً يعني مودست ما اسماش كده مودست مجياش أصلاً لا جي عشان شافت تشيرته كوباية الشادة أغلى كوباية شايف التاريخ يعني دلوقتي بتكلم على مودست معلول مشي برضو مشي؟ مشي خلاص ما عقده خلص عقده خلص ما وصلوش لسه للتجديد والشروط اللي حدتها النادي الأهل بس مش هيجدد؟ لا الشروط مش عاجبة علي معلول انت توقعاتك أو معلوماتك لا لا مش هيجدد وانا شايف هيتبقى يعني ساقطة كبيرة لمجلس إدارة النادي الأهل لو جدد عقد معلول بالأرقام اللي عايزها معلول تجدد للعب خلاص بيفنش معاك حياته تم المبلغ ده ديف عليه رقم تاني يعني معلول بيتكلم في مليون 500 ألف دولار حطه 500 ألف دولار تاني وقت لعب عنده 22 سنة 23 سنة وده من ضمن طلبات كولر عايز باك شمال أجنبي مدافع أجنبي ومهاجم أجنبي عشان كده بقولك فيه الأجانب لسه عليهم كلام بيرسي تاولوه جاله عرض ممكن يمشي ديانج أزمة كبيرة داخل النادي الأهل بيدوروه على تس وحالين يعرفوا إيه السر أصلاً اللي بيحصل مع ديانج الإصابات المتتالية بقولوا فترة كبيرة جداً كده غايب عن المباريات عندهم تخوف إن هو يكمل أو ما يكملش ربما يكون معاه حل زي كندوسي يطلع أعارى لأي نادي يتدفع مرتبه لحد ما يشوفه يعمله إيه معاه في السيزون الجديد كندوسي هيرجع الموسم الجايب ألا مش هيرجع؟ لو ملقوش حد في نص الملعب قوي أقوى من كندوسي كندوسي رقم واحد هيبقى موجودة هيبقى موجودة على اعتبار إن الأهلي كده كده بيدفع 60% من رتب الأهلي وهو مع سيراميكا بيدفع 60% من رتب كندوسي طيب